عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على المتابعة الدورية لموقف تنفيذ استراتيجية تنمية الأسرة المصرية وسير العمل بالمشروعات المحددة بها بالنظر إلى أهميته ومستهدفاته التي تتخذ من الأسرة المصرية ركزة رئيسية نحو بناء الجمهورية الجديدة من خلال تنفيذ استراتيجية واضحة تسهم في ضبط النمو السكاني لاستكمال جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطعات